اسمح لي بس اتأكد منك على حاجتين الحاجة الاولانية وطبعا السيد وزير الرأي موجود وسيد وزير الزراع موجود ويعني اتصور ان احنا محتاجين نتأكد ان اولا بالنسبة لشرع الوعينات ان احنا المخزون الميا الجوفي اللي احنا بنستخدمه في الرأي هنا سواء للمنطقة المنزارة عليكم او للمستثمرين دي بيتم التعامل معها تبقا للمعايير اللي تحافظ على هذا المخزون لأكبر فترة ممكنة انا بتكلم هنا على استخدام الميا بشكل رشيد جدا جدا دون هدر في الزراعة فانا عارف ان وزارة الرأي بيتابعة ده دكتور مصطفى وعايز اتطمن منك وزير الرأي على ان احنا استخدامنا الميا هنا سواء للمسؤولين في الشركة او لرجال الاعمال اللي شغالين في منطقة شرق الوعينات دي واحد نفس الكلام بينطبق على منطقة توشكا احنا المحطة الميا اللي معمولة هناك من سنة 86 دي معمولة عشان تطلع حجم معين من الميا احنا محتاجين ان احنا هذا الحجم يتم الاستفادة القصوى منه في الزراعة وبالتالي نظم الرأي الحديثة اللي احنا بنتكلم عليها في كل الزراعات اللي احنا بنتكلم سواء كان ده للقطاع الخاص اللي شغال او لكم يبقى بيتم العمل بيها اشتركوا في القناة